أنا عارفين الوقت السفينة بتبقى يعني كأنها مدينة الوقت يعني فيه سفن الوقت كأنها مدينة ممكن تعيش فيها فيها ملاعب ونوادي وفيها فنادق وفيها كل حاجة يعني ممكن تعيش فيها وخصوصاً إن السفن أحياناً تقعد في البحر شهر واثنين في المسافات الطويلة والإنسان المسلم مسؤول أن يصلي خمسة صلوات في اليوم والليلة وبالتالي حتأتي عليه صلوات فكيف يصلي في السفينة وهي بتتحرك وبتغير اتجاهها وغير ذلك حصوصاً إن السفينة كمان أحياناً مع حركة الأمواج ييجي حاجة اسمها دوار للإنسان فما يستطيعش أن يقف كويس وقد لا يستطيع القيام بطريقة تؤهل وأن يصلي الصلاة كما يصلي في البر فالصلاة في السفينة هنتكلم عليها من خلال هذا الحديث المبارك يقول بإسنادنا المتصل عن الإمام البخاري عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صيحي بإسنادي عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهما صليا في السفينة قائميني يبقى الحديث ده بيبين فعل الصحابة ما فيش فيه قال رسول الله خد بالك ده واقف على الصحابة ما قالش فيها قال رسول الله كويس بيقول عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد اللي هو الخدري رضي الله عنهما صليا في السفينة قائميني يبقى من قيام وقال الحسن اللي هو الحسن البصري وقال الحسن والحسن البصري تابعي يبقى جاب فعل الصحابة وبعدين نتكلم على تابعي بعد كده وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا يبقى هنا فعل الصحابة يدل على أنهم فعلوا ذلك بناء على فهم من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما كانوا يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكونوا مصلوا في السفينة هو النبي يرمي كبشي السفينة على فكرة النبي عاش حياته ومات ولم يركب البحر بل يقال أن النبي لم يرى البحر إيه في حال بشريته لم يرى البحر أصلا تصور بقى لأن المدينة بينها وبين سحل البحر بتاع 40 كيلو ومكة كذلك بينها وبين سحل البحر كيلو مترات كثيرة وطريق الهجرة لم يمر على السحل كويس وبالتالي النبي عاش حياته كلها لم يرى البحر يبقى لم يصلي في السفينة حتى كده الحديث في الصلاة على السفينة ما قالش إيه ما قالش أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في السفينة لكن النبي أمرنا أنه صلي وأن نصلي الصلاة في أوقاته وأن السفينة حتمكس فيها عدة أيام وبين أن أمته تغزو إيه البحر بين ذلك وده حصل في إيه في خلافة سيدنا عثمان أيام ما كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع وعن الصحابة جميعا إيه كان والي على الشام فغزوا البحر كويس يبقى النبي أخبر أن أمته يتغزو البحر لكن هو نفسه لم يركب في البحر صلى الله عليه وسلم في حال بشريته لكن النبي من حيث روحانياته هو مستشر في الأكوان كلها لأنه شاهد على العالمين خد بالك روحانية النبي لا يخفى عليها زر ولا مجر في الكون لأنه رحمة للعالمين وشاهد على العوالم لكن عنا نتكلم على النبي الإنسان المحمدي اللي تولد عام الفيل وعاش 63 سنة لم يرى البحر صلى الله عليه وسلم فيهم تبقى يبقى هنا الصحابة لما فهموا من عشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن لابد أن يحافظوا على صلواتهم وأن وجودهم في البحر عدة أيام لا يعفيهم ولا يرفع عنهم التكليف فكانوا يصلوا في البحر كويس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه فأتوا مما أمرتكم إيه ما استطعتم فأتوا مما أمرتكم إيه ما استطعتم وأمرنا بالصلاة وأن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت يبقى الصحابة لما فيهموا كده صلوا في البحر لأنهم بيمكسوا في السفينة إيه شهور وأيام في سفرهم إلى البحر وبالتالي إذا كانت السفينة تسمح لك القيام فلا يسكتوا عنك القيام لأن شروط صحة الصلاة القيام مع القدر وإذا كانت السفينة تسمح لك التوجه للقبلة فعليك أن تتوجه للقبلة فإذا توجهت للقبلة في أول ركعة ثم دارت بسبب الرياح فإن كنت لا تجد درر في أن تدور وتغير اتجاهك مع اتجاه السفينة مع كل ركعة ومع كل حرج السفينة بلا حرج اعمل كده لو هيبقى في حرج وحدوخ وتقع يبقى يكفيك أن تتوجه إلى القبلة في أول تكبيرة الإحرام في أول ركعة عشان كده شوف سن الحسن بيقولك إيه تصلي قائما ما لم تشق عليك إفرد الأمواج شديدة وحركة السفينة بتمنعك من إن كده تقوم يبقى صلي من قعود يبقى إيه عشان كده نبي يقول إيه فأتم مما أمرتكم إيه ما استطعتم يبقى الصحابة لما فهموا كده فهموا أنهم يصلوا على كل حال بقدر طاقتهم فإذا كانت السفينة مستقرة وتستطيع أنك أنت تصلي من قيام صلي من قيام وإذا كانت متجهة في القبلة وإن تعرف اتجاه القبلة فتوجه للقبلة في أول ركعة فإن تغير اتجاهها واستطعت أنك تغير اتجاهك في كل ركعة إلى القبلة تدور معها حيث دار دون حرج أو در يصيبك فعليك أن تدور معها إيه حسب ما في القبلة تتحرك بإيه وتتغير بتغير اتجاه السفينة بتغير الرياح وغير ذلك كل ده يدلك على أن الصحابة كانوا مكتهدون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال